اشتركوا في القناة 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 والتعاون والتعاون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتعاون اشتركوا في القناة 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 ولا عقل وإنما إلى حين يسري وذات السماء كما قال تعالى في آياته وَلَا تَكُونُ عَنْ فُمْسَكُونَ اللَّهَ كَانَ لِكُمْ رَحِيمًا وَطُجَّانَ مُنَاسِبَةً تماماً لفكرة الناس وإذا قدل كيف كانت سنباً وإجاباً وهي تناسك جميعاً في الإنسان محواني وثم أدنى حركٍ وشهرًا أصدأ رب العزة إذ يقول ما أبين الله ليجعل عليكم من حرك ولكن مريد من أغيركم أردتم أن يعمدهم عليكم ولعلكم تشهرًا وقال في آية الكبرى ورجعنا عليكم في الدين المحر المميزة الكبرى من العالم الإسلامي أنها الوسطية ومن خصص الإسلام على مدى الإسلام والوسطية ومثل الوسطية في الإسلام وواطف النفس عنه في القرآن الكريم والحديث الشريف وواطف تتبقى العلم عن عملية الإسلامة إلهية القرآن الكريم فالقرآن الكريم ينسو صراحةً علي وكذلك جعلناكم قمةًا وسطاً لتكون مشهدًا على المحسن ليكون الرسول عليكم شريفًا وما التحريعات الإسلام يفعلها تؤكد على إشباط الرغبات المادية والعاية الروحية على حد الزو فالإسلام يدمو الإنسان بلا عمل التبناء وتقرب في له ويدموه محيطًا في الاستمتاع العلال من ملتات الحياة الكمية والإسلام يرفض الوهر ويرفض بصراحه ويحفظه على مدى فاقف وسط بينهما فما قال تعالى في آياته ولا تجعل يدك مغلولةً بلا قواتك ولا تبشتها في البسط فتحفظ منهم مع السورة وثمّ فرقه إلى عالمة الإسلام والعوهر فالإسلام يقوم على العدل وتمشاف قطنه وتمشافه وينفض العديدات ويعرف بإبطاء فكير ورمض المقات أما الأولامة فتقوم على الدين وتفتاكم للعديد وتحديث لجوار الاستكبار الأرض ودد رسال الشباب الفقير ورمض المقات إذا كنت أقوم إلى عالم الإسلام وعولمة الأرض أما أولئة الأرض هي إقصادية بأساس وهي تسعى إلى الهيوانة على العدل وتقوم القيود على أسفر من مطاقه ونفوص أرواب وهذا يفتي إلى جعمق النزاعات السواعي أما علامة الإسلام فتقوم على أساس التحارف والفتاة على الثقافات الأخرى إلى نفل ربطة أو إقرأ لا إقرأ في الدين قد تغير نشكر من الهيوانة الإسلام يباني الأعوال ويقترفه بحق الإختلاف من الآخرين إن العالمات في أجل أسوارها أنهم تعني التقريب العالم أممكن بإبارة الأخرى إذا جازت تعمير أمريكة العالم إنها اسم المهند للإستقمال الجديد الذي خالب عفاقه القديمة وترك أساليبه القديمة ليمارس فيها عهدا جيدا من العملات تعقب الضلة هذا المجلة العلمات إنها تعني فهد العملات الأمريكية على العالم وهي طولة كتبين يسوك وتمشلسك لك أن تهدى بالإحضار أو التعدي العسكري من الضر المشهر أقول الله لهذا واستغفر الله لي ولكم والسائل المبنين واستغفروا منهم ولكف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونقوم إليه ونعوه بالله من شهر بأنفسنا ومن سدرة عمادنا من يهده الله فلا رذلنا ومن يهد منه فلا هاد يالك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنتكم الله قد خاذب ولا تنوتن إلا ونرسنه يا أيها الذين آمنتكم الله بقول قولا سديدا تشره لكم عمادك ويقل لكم أولوبكم ونن يهد الله الله رسول الله فالنفاذة فوزا المعظيم Dear brothers and sisters As we have noted that globalization gives some negative impact on the world This is due to different perception The religion of Islam being correctness of universal and global This is to ensure that front section The divine message given to the Prophet Muhammad is to bring peace to the rule of humanity This is in fact which caused the ending of other religious leaders Especially when they look at the swiftness of the growth of Islam and the growth of heaven There are actual images in the Quran Indicating that universality of Islam There are some pages such وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا عَرْمَةَ الْعَلَمَةَ We stand in with one but at the person of all creatures And the words it says وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا كَافَةَ إِلَّا أَسْمَشْكُرُوا وَلَذِرُوا 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 We have not said no but as when it is to listen to men making them bent tighter and warning them against sin but also can understand no Allah declaims himself as the world of the world of the human beings and the world of the time The existing of wisdom of Allah is not demonstrated in the values and virtues in the world of mankind as reflected within the first of six وَكَذَلِكَ جَعَلْمَهُمْ مَتَ الْوَسَلَّةَ لِتَا مُرْشُبَ الْلَعَرْمَةَ وَيَقُلَى الْرَسُولُهُ مَلِقُ شَهِدَ Thus we have made of your movement that the believers that we might be witness of the nation and the messages are witness of us Dear brothers and sisters the men being to be known as social beings in which they can translate themselves on the personal form to make the socialization especially the different groups of religious affiliation those who claim to subscribe with Islamic monotheistic relief should demonstrate genuine kindness and goodness Allah subhanahu wa ta'ala describes the global correctness of teaching Islam at the same time to be clear to the world of mankind in which the reference is that is not God but He it is He that lives both life and death so believe in Allah and His message and I am let the world of you believe in Allah and His words of Allah so you may be right Islam behind the courage is for us to conduct civilizational interactions with the form of mankind regardless of ethnical and geografical matters it is known to be guided as the natural patterns on the habit of Islam known as subhanahu wa ta'ala the diversity of mankind and culture and the background are in the most important areas to manage the future act with them to demonstrate the genuine teaching of Islam and to bring people to the right track the globalization from the Islamic perspective is to convey to the world that the men don't treat is to create conversations on fundamental correctness of mankind such as the origin of the creation the dignity and human right and correct understanding as well as others of universal values Islam and with the specification of local culture is constructed based on the Islamic world system the globalization from the Islamic perspective is to improve certain cultural values or the bias of the nation which possess material and economic power to fulfill the demand of market instead of giving the benefit of mankind in Islam liberalization is shown from all the concepts of equality in the light of guidance and revelation to save humanity from all types of matrices in crisis it is wrong to say that these religions does not support the presence of multiligious societies the concept of ta'heed is to admit on plurality and freedom of religions Islam admit globalization in the sense that all human beings came from the same source Allah subhanahu wa ta'ala has not created and it is to make sure that there should not be any xenophobia and superior to all another in terms of race, status and privileges taxable relations taxable relations and that the people must make sense Ya Aniyah al-Nas say whether or not O men Kyle we credit you from secular care and from male and freakers and mainly these countries Peace and you may find both national tribes that they may know each other not that they may despise each other definitely the most innovative people in the sight of Allah الله تعالى لا نتكشرك بالمقود بحث مجردات على النبي ومن الأدة لا يوجد نسلم بالإصلاح وصول الناس وصول الانتظار الانضافية وللأكل من نحن، أكثر من قد تشغيل الكتور فهل فوف أت الأمر يتعلمين هذا هو علماء بحث أفداد المرحل الأمر لكثناء ضمن nogle قلوب السلوم فيrí Transport الأمر الفيديو الأمر بحثناء خيال الإسلام في تلك حسب يمّل الاسلام في التأمر ب مجموعة حدود حدود توجد حدود ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر